تقرير سنوي حول الإرهاب تصدره وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً صدر تقرير العام 2018 والذي كشف تورط دولة الإمارات في دعم وتمويل منظمات إرهابية عبر نقل وإرسال أموال تلك المنظمات لأكثر من دولة الإمارات التي تروج لنفسها أنها شريك استراتيجي للدول الكبرى في مكافحة الإرهاب ليست هذه المرة الأولى التي تتهمها تقارير دولية بالتورط فيه ففي أغسطس من العام الماضي كشف تقرير لوكالة أسي شودد بيريس إبرام صفقات سرية بين أبو ظبي وتنظيم القاعدة خلصت إلى دفع أبو ظبي أموالاً ضخمة لمسلح القاعدة مقابل الانسحاب من مدينة المكلة بحضر موت دون قتال واستيعاب 250 عنصراً من مقاتل التنظيم في صفوف الحزام الأمني الميليشيات التي أنشأتها الإمارات كما كشف تقرير لشبكة سي إن إن في فبراير الماضي وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن الإمارات والسعودية إلى أياد تنظيمات إرهابية متطرفة كتنظيم القاعدة وميليشي الحوثي علاقة الإمارات بعاد الفارع المعروف بأبو العباس في تعز فتحت أيضاً أسئلة كثيرة حول استثمار أبو ظبي في ملف الإرهاب عبر أكثر من استراتيجية قد تصل إلى التناقض في بعض الحالات فأبو العباس قائد لفصائل مسلحة وضعته الولايات المتحدة في قائمة الإرهاب في الوقت الذي تدعمه الإمارات بالمال والأسلحة الثقيلة وتستمر في دعمه حتى اليوم بحسب المصادر الميدانية تقرير الخارجية الأمريكية لفت أيضاً إلى تأكيد منظمات حقوقية ونشطاء من أن دولة الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لملاحقة المنشقين والنشطاء السياسيين السلميين لكن أبو ظبي في اليمن ذهبت إلى أبعد من ذلك فقد اتهمت قوات الجيش الحكومي بالإرهاب وقامت بقصفهم في حادثة نقطة العالم المشهودة أواخر أغسطس الماضي مخلفة أكثر من ثلاثمائة قتيل إساءة استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب ووصم المعارضين والمخالفين السياسيين به يجعل من الأمر يبدو مسخرة دولية ولافتة لم تعد تخفي تحتها الاستبداد والقمع بل ربما الإرهاب نفسه بمعناه الحرفي نهيك عن ذلك يرى العديد من المراقبين أن الإمارات مارست في اليمن ما يمكن وصفه بإرهاب الدولة بدءا بالاغتيالات واستئجار مرتزقة لذلك مرورا بالتعذيب والاعتداءات الجنسية ضد السجناء في شبكات السجون السرية التي أنشأتها وصولا إلى القمع والترهيب ضد كل من يحاول الاقتراب من الحقيقة وكشف الوجه الحقيقي لسلوكها في اليمن والمنطقة